السلام عليكم بينات ازايكم اخباركم ايه نهاردة حب اشارككم كده يوم من يومياتي اه اعملت غدا سهل جدا كده وسريع يعني لو تعمل الوصفة دي طبخة دي ممكن تقعد معاكي يومين وحترتاح بقى من شغل المطبخ شوية انا بعتبارها خفيفة وحلوة يعني وسهلة اه بطاطس بيوري باللحمة المفرومة ومكرونة برضو بالسلسة واللحمة المفرومة اه اول حدا بس غليت ميا وحطيت عليها ملح وحطيت البطاطس تتسلق فيها اه اللي غسلتها بعد كده ح المكرونة في ميا فيها ملح وزيد مكرونة استخدمتها تمام اللي هي يعني اضخن شوية من السباكاتي ارفع من الفيتوكتشيني بس هسيب بقى المكرونة تتسلق وبعدين حقطع بصل وهفرومه وحبدأ اعمل اللحمة المفرومة وحطيت برضو في الصينتهم بعد البصل لما ده بلد بشوية هاديف بقى اللحمة المفرومة وبعدين هاديفها على اللحمة المفرومة وفلفل سودو ملح حطيت برضو شوية صغيرين من بوهرات اللحمة بس المعلقة دي بقى من ايكيا يعني ممتازة بصراحة جميلة قوي لما يعني حابة تشتري الطعم كله من ايكيا يبقى تمام حابة تشتريها لوحدها يعني جميلة جدا ما قدرش استغنعنا مكرونة كده خلصت سلقت حبدأ اعمل الصلصة بصوا انا بعمل الصلصة الوحدة واللحمة المفرومة الوحدة ما بحطش الاتنين على بعض تمام ممكن تحطي اصلا مع صلصة المكرونة ممكن تكوني سلقة مثلا كوسة خضار فصولية هتدربي في الخلاط وتحطي في صلصة المكرونة مع اللحمة المفرومة الخضار المسلوق والمهروس علشان الولادك لو ما يحبوش الخضار يأكلوها من دوم الصلصة فمش هيحسوا بيها بس البطاطس بعد ما تسلقت هرستها بالهرسة تمام حطيت مكعبين زبدة وحطيت شوية لبن مش كتير يعني ممكن ربع كوبية ولا حده وفلفل سودو ملح وبعدين حطيت بيضة قالفت المكونات دي بقى كلها على بعضها وبعدين هحط نص كمية اللحمة المفرومة ده نص كيلو اللحمة المفرومة قولي هتحطي ربع كيلو لحمة مفرومة على البطاطس فيه ناس بتحب تحط البطاطس يعني رائط بطاطس ورائط لحمة مفرومة ورائط بطاطس تانية زي بالزابط المكرون والباشمال اللي انا حطيت كله على بعضه وهرستهم وفرتهم في سنية كده حطيت شوية جبنة بارميجان وحطيت اشطا فوق الوش اللي هي وش اللبن انا جايبا بحطه في الفريزر علشان بينفع في البريام وبينفع في الصواني كتير والله يطعمه احسن من متزرلة بكتير جربيها على دمانتي خلصت صلصت المكرونة وتسبكت تمام هحط بقية اللحمة المفرومة عليها بس شوفوا الطبخة سريعة جدا وسهلة الاكلة دي تنفع اليومين فكويسة جدا والبطاطس خلاص صنية البطاطس دخلتها في الفرن قعدت تقريبا نص ساعة على النار تحت ما حطيتها طبعا في الرافل في النص وبعدين على الشواية عشر دقيقة هبدأ دلوقتي افرق كم حاجة كده عندي كنت عايزة اعبيهم دايما بحط الشعرية القديمة او لسان العصفور يعني باخد اللي موجود بحطه في حاجة عشان يبقى هو اللي في الاول ما يبقاش تحت ما يبقاش دايما القديم تحت لا خلي دايما الحاجة القديمة فوق عملي كده في الشاي في القهوة في اي حاجة بتعبيها من الاول خلي القديم دايما هو اول حاجة فوق بتاع الملح طبعا غسلتها كويس وبعدين حطت فيها الملح الجديد بقى تاني وبس ملت بقى بتاعت الزيت خلاص ده كان اخر حب الزيتها عندي كانت بقى عندي انا طبعا من الحاجات اللي انا نقصة في البيت وعايزة اجيبها فبجيبها كل اسبوع بجيب مشترات بيت كل اسبوع انضف طبعا مكاني دايما بحب اشتغل ونضف اول بول كده عشان محتس عشان يعني لو حعمل شغلي البيت بالليل او تاني يوم بالنهار بيبقى تبقى الدنيا ايه نظيفة مرتبة ما يبقاش موضوع صعب علي حب ده بقى اغسل دلوقتي المسحوق اللي انا باستخدمه هو اوكسي تمام مش لقى يا سان لايت طبعا لانا كنت باستخدمه الفاودر فبقيت باستخدم جل بس اوكسي طبعا لما بيبقى كمية الغسيل كبيرة بحط كوباية ونص والنص التاني بحط كلوروكس الوان وبسيب بقى كوباية مع الغسيل وبقى شغل الغسالة دلوقتي حاب اكلمكم عن انتباعي عن المجفة في الفترة دي والله ممتاز جدا خصوصا في الشتا بصراحة برضو يعني ايه كان الاول كان بيسخن لي الرخامة من فوق وكان الغسالة كان بتبقى سخنة قوي ده كان او مرة استخدمتها او مرتين تقريبا وكنت بصراحة مكنت خايفة استخدمه لكن مع الوقت لأ الموضوع آآ كويس جدا والموضوع السخنية ده ما بقى زي الاول وآآ نفعني جدا في الشتا بس برضو رأيي فيه من ناحية ان هو بيخلي الهدوم طالعة آآ شكلها آآ بهتين شوية ده عيبها فلا يعني انت لو عايزة تستخدميه ضروري ممكن في حاجات داخلية آآ هدوم بيت لكن هدوم خروج يعني للضرورة القصوى استخدميه نقطة اللي بعد كده اللي كنت حابة شارككم فيها في الفيديو ان الطرقة طرقة دايما من الحاجات اللي انا بانسى انطفها آآ يعني يا دوب بكنسها وبس لكن النهاردة قررت من الحاجات اللي اللي هعملها يعني ايه دايما باخد مسلا آآ وقت كده في يوم ان انا النهاردة هنطف حاجة ما بتخترش على بالي يعني اجباس النورة نطفها البيبان اه نطفها النهاردة بقى كانت الطرقة آآ بكنس السجادة عادي وبعدين بلمها في الطبيعي ان انا ممكن اخدها نفضها في البلكونات لان انا ما عنديش حد من الجرام بينشر في البلكونات ما فيش مناشر بره يعني بس عشان الجو بدونية بتشتي وكده وفا ما ما نفضتهاش بره بعد كده جبت انا الليفة السحرية لان اولادي عاملين بالقلم الرصاص في الحيطة فالاسف انا الكاميرا فاصلت شحنة عندي وانا شغالة بصور لكم وانا بمسح بالليفة السحرية مكان القلم الرصاص ممتازة جدا بس انا عدت بقى ايه فتحت اللاب طبع عشان اعدلكم في الفيديو اللي انا شغالة فيه لانا بصوره لكم دلوقتي وبعدين انا حبي توريكو برضو الاجندة بتاعت الفين تلاتة وعشرين بكل سنة وانتو طيبين طبعا جبتها اللي جبتها في الفين اتنين وعشرين والفين واحد وعشرين اللي هي كراسة اللي هي بتتبع في مكتبة اسم ايه ماركة ياسين الماركة بتاعتها دي الشهر وورقتين فقش بعض كده يعني مش ورق بقى كتير وحاجات كتير لا انا بحب الحاجات المختصرة فطبعا انا كان فيه حاجات من الفين اتنين وعشرين جداول وحاجات مثلا زي الفيلتر اللي بتغير كل تلات شهور واللي بتغير كل ست شهور فبكمل بقى كتابة الحاجات المهمة واعيد من ميلاد القريبي وصحابي وكده كان سعرها تلاتين جنيه من مكتبة اسم بس ده اللي كنت حابة شارككم بفيديو النهاردة تمنى يا رب يكون الفيديو كده خفيف وسريع واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني قريب مع السلامة